تغيير ما هي المزارع النموذجية انطلاقاً من تسميتها وصولاً إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل للمساهمة في إنتاج البذور والشتائل والفحول مع المحافظة على النسل إضافة إلى دورها في تطبيق سياسة التنمية الفلاحية هذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء نظن عنها تقريباً 174 مزاعة غلبها تقريباً فقيرة غلبها تعاني من إشكالية التسيير ونظن أن الطموع سيد الرجمهورية لم ترتقي هذه المزارع إلى طموعتها نظر لعدم تحقيق هذه الأهداف المرجوة في ظل طريق تسييرها الحالية أمر رئيس الجمهورية بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقليات هذا المزارع اليوم عندما السيد الرئيس الجمهورية يعطي أوامر السيد وزير الفلاحة وخارطة الطريق يعني إعادة النظر في القانون الأساسي انتحها وكذلك في الدور الاقتصادي انتحها وهو لعدة أسباب أولاً هذه المزارع تحتوي على مساحات كبرى كذلك بعض المزارع أغلبها تحتوي على مصادر المياه مادام كاين هم تحت سلطة الدولة وعندها أراضي خصبة وفيها المصادر التعلمية فالدولة الجزائرية اليوم الهدف انتع السيد الرئيس الجمهورية اللي رايح عليه هذه المزارع وهو تلعب بالدور انتحها في إنتاج بعض المواد الاستراتيجية اللي رانا نلجأه إلى الخارج وعلى رأسها البقليات بإعادة تنظيم المزارع النموذجية وإعادة النظر في قانونها الأساسي وتوجيهها في إطار توجه جديد يعد بداية معركة تحقيق الأمن الغذائي التي لا تزال متواصلة خاصة وأن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 75% في تغطية احتياجات غذائية الوطنية